تدابير الوقائية التي تم إقرارها بمقتضى الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجهة المزمع تنفيذ بداية من يوم الرابع من ماي الجاري نظمة وزارة النقل والشباب والرياضة اليوم عملية بيضاء بمحطات النقل البري بساحة برشلونة وسط العاصمة العملية تهدف إلى تنظيم نقل المواطنين في فترة الحجر الصحي الموجه بمشاركة منظمتين الكشافة التونسية والمصائف والجولات والغرف الفتية الاقتصادية وستكون فرق للمتطوعين تابعة للمنظمات الشبابية من كشافة ومصائف وجولات على ذمة رؤساء محطات النقل بواسطة الميترو والحافلات وقطارات ضواحي العاصمة للمساعدة على توعية المواطنين بالإجراءات الوقائية من عدوى فيروس كورونا وتنظيم اقتناء اشتراكات النقل والصعود إلى وسائل النقل والمكوث فيها وسيقوم المتطوعون تحت اشراف وزارتين النقل والشباب والرياضة بمساعدة طواقم العمل بالمحطات على توعية المسافرين بضرورة الاستظار بترخيص تنقل وتطبيق الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على تباعد بين الاشخاص والحصول على اشتراكات نقل نسبوعية من نقاط البيع بدلا من التذاكر وتقليص طاقة استعاب عربات النقل إلى خمسين بالمئة من عدد الركاب